اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازلنا في الحوار الذي دار بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبين أحد الملاحدة كان في البداية البحث حول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وبعد أن أثبت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وجود الله بحيث لم يتمكن ذلك الملحد من الاعتراض انتقل ذلك الملحد إلى مجموعة من الشبهات والأسئلة وفي الجلسة الماضية ذكرنا بعض تلك الأسئلة وذكرنا جواب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عليها هنا سؤال آخر يسأله هذا الملحد وهو السؤال عن الإنية والمائية كما تعلمون أن بعض الكلمات في اللغة العربية مشتقة ولها مصادر مثلاً الناصر مصدر نصره لكن بعض الكلمات هي كلمات جامدة ليست مشتقة فإذا أردنا صنع المصدر في هذه الحالة يضيفون ياء وتاء إلى الكلمة مثلاً الحجر الحجر كلمة جامدة ليست من المشتقات فلا مصدر له لكن إذا أردنا صنع مصدر من الحجر نقول الحجرية إضافة الياء والتاء وهذا أمر متعارف في اللغة العربية الإنسان مثلاً ليست له مصدر فإذا أردنا أن نصنع مصدراً من الإنسان نقول الإنسانية وهكذا وهلوم جرة إذا أردنا أن نصنع مصدر من إن أو أردنا أن نصنع مصدر من ما الاستفهامية كذلك نضيف الياء والتاء إن نقول إن نيح ما نقول مائيح فهنا يأتي هذا الملحد ويسأل بأنه هل لله سبحانه وتعالى إنية ومائية الجواب نعم لأن كل وجود هو متحقق لأن كلمة إن عندما نقول مثلاً إن العالم يخشى الله هذه كلمة إن تفيد التأكيد والتحقيق فالإنية يعني الحقيقة هل لله حقيقة ثابتة الجواب نعم له حقيقة ثابتة هل له مائية بمعنى أنه حينما نسأل ما هو الله يقال بأن الله سبحانه وتعالى مثلاً خالق كل شيء العدم لا مائية له لكن الوجود له مائية طبعاً بين قوسين نذكر أن المائية في هذا السؤال والجواب بين الإمام عليه الصلاة والسلام وبين هذا الملحد يختلف عن الماهية التي تذكر في علم المنطق الماهية المذكورة في علم المنطق يراد بها حد الوجود مثلاً نسأل عن الفرس فيقال الفرس حيوان صاهل الحيوانية والصاهلية إذا جاز التعبير هاتان حدود لوجود هذا الموجود الذي يدعى بالفرس فالما هي حد حسب الإصطلاح المنطقي ولذلك بحسب ذلك الإصطلاح الله سبحانه وتعالى لا ماهية له لماذا؟ لأن وجوده غير محدود الماهية مركبة من الجنس والفاصل والله سبحانه وتعالى غير مركب إذن فعندما يكون السؤال والجواب في هذا الحديث عن المائية ليس سؤالاً عن الماهية بالمعنى المنطقي وإنما يراد الحقيقة الثابتة التي ينتزع منها الوجود نحن ننتزع منها الوجود وإلا هي في الخارج هذه الحقيقة موجودة سواء علمنا بها أو لم نعلم بها سواء أثبتناها أو أنكرناها سواء انتزعنا منها الوجود أو لم ننتزع منها الوجود فهذا عملنا وهذا العمل يرتبط بعلمنا وليس هو مرتبط بتلك الحقيقة الثابتة فالله سبحانه وتعالى هل له حقيقة ثابتة؟ يعني بعبارة أخرى هل هو موجود؟ الجواب نعم لأنه إذا لم يكن موجوداً كان عدماً والعدم لا يمكن أن يكون مؤثراً أو متأثراً لا يمكن أن يكون خالقاً رازقاً قادراً وما إلى ذلك فلذلك لله سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة هذا سؤال وجواب ثم بعد ذلك ينتقل السائل إلى سؤال آخر ويسأل الإمام عليه الصلاة والسلام هل الله له كيفية؟ أم ليست له كيفية؟ الجواب ما هو المراد من الكيفية؟ بعض الأحيان كلمات تستعمل بمعنى في اللغة لكن في الإصطلاح يستعمل بإصطلاح آخر وبمعنى آخر وبعض الأحيان عدم التمييز بين المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي يسبب الخلط في فهم المقصود الكيفية قد يراد بها الصفة الله سبحانه وتعالى له صفات؟ الجواب نعم إذا مقصودك من الكيفية الصفة فالله سبحانه وتعالى له صفات لكن إذا المقصود من الكيفية الصفات الزائدة على الذات بأن يكون هناك تغاير بين الذات وبين تلك الصفات فكلا صفات ذات الله سبحانه وتعالى لا تغاير ذاته وإنما تلك الصفات هي عين ذاته لماذا؟ لأن الصفات الزائدة على الذات يمكن أن تنفصل عن تلك الذات وأيضا الذات تحتاج إليها مثلا حياة الإنسان صفة زائدة على الذات فلذا الإنسان كان ميتا ثم يكون حيا ثم يموت بعد ذلك فهل بانفصال الحياة عنه يتغير ذاته؟ كلا لا يتغير ذاته وإنما صفة من صفات الذات انفصلت إذا واحد أبيض فاسود بسبب التعرض إلى الشمس هل ذاته تتغير؟ كلا وإنما اللون هذا من الصفات الزائدة على الذات بانفصالها عن الذات وتغيرها لا تتغير الذات زياد فنأتي إلى الله سبحانه وتعالى هل المراد من الكيفية الصفة الزائدة على الذات؟ الجواب إذا كان هذا المراد فالله سبحانه وتعالى ليس له صفات زائدة على ذاته وكما ذكرنا فيما مضى أن الإبتعاد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام سبب الضلال لكثير من الفرق التي تنتحل الإسلام فهناك فرقة هذه الفرقة هم المعتزلة هؤلاء يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى لا صفات له زيادة إذا الله لا صفات له من الصفات الحياة إذا الله لا حياة له فمعنى ذلك أنه غير موجود إذا الله سبحانه وتعالى لا قدرة له لأن القدرة من الصفات فمعنى ذلك عجزه تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا فإذن نفي الصفات بهذا المعنى بأن نقول لا صفة له هذا باطل قطعا نعم إذا ننفي الصفات الزائدة عن الذات الزائدة عن الذات فهو الحق وكما يقول أمير المؤمنين وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة يعني نفي الصفات الزائدة بحيث أنه يكون تغاير بين الذات وبين الصفة طائفة أخرى الأشاعر هؤلاء يعتقدون بأن الصفات زائدة على ذات الله ومغايرة له وهذا يستلزم الاعتقاد بأمور هي خلاف العقيدة الصحيحة يستلزم احتياج الله إلى تلك الصفات يستلزم تعدد القدماء ويستلزم التركب في ذات الله سبحانه وتعالى أما إذا تأتي وتقول إنها صفات لا زائدة ولا غير زائدة فهذا بديهي البطلان لأنه ارتفاع النقيضان إما زائدة أو غير زائدة ولا يمكن أن يرتفع النقيضان لا موجود ولا غير موجود لا يمكن ذلك وهناك فرقة أخرى تسمى الكرامية أو الكرامية هؤلاء يعتقدون بأن صفات الله مخلوقة حادثة زيان معنى ذلك أن الله في الأزل لم يكن حيا ثم خلق الحياة لنفسه وهذا كلام بديهي البطلان وهكذا في سائل الصفات فالحق أن الصفات ليست زائدة بل صفات الذات عين ذاته يعني علم الله عين ذات الله قدرة الله عين ذات الله وهكذا سائل صفات الذات فإذا المراد بالكيفية الكيفية يعني الصفة الزائدة فالله سبحانه وتعالى منزه عن الصفة الزائدة إذا المراد من الكيفية الكيفيات النفسانية التي تعرض للإنسان يعني الإنسان لكيفيات نفسانية في يوم من الأيام في ساعة من الساعات يغضب ثم يرضى ثم حالة لا هي رضى لا حالة غضب هذه كيفيات نفسانية هل هذه الكيفيات النفسانية موجودة في الله سبحانه وتعالى الجواب كلا لأن الله منزه عن التغير هذه الكيفيات النفسانية هذه تغير في ذات الإنسان الإنسان راضي ثم يكون ساخط يكون غاضب ثم يرضى وهكذا هذه تغير في ذات الإنسان تأتي صفة وتخلف صفة أخرى والله سبحانه وتعالى منزه عن التغير كما ذكرنا أن التغير يستلزم الحدوث إذن فالله عندما نقول يرضى عندما نقول يغضب المراد نتيجة الرضى ونتيجة الغضب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يثيب المطيع هذا الثواب يعبر عنه بالرضى والآيات المذكورة في القرآن التي مثلا تقول رضي الله عنهم أو سخط الله عليهم فهذه من الآيات المتشابهة رضي الله عنهم بمعنى أنه أثابهم نتيجة الرضى لأن الإنسان عندما يرضى عن شخص يثيب ذلك الشخص نتيجة الرضى عادة الثواب نتيجة الغضب عادة العقاب والابتعاد الله سبحانه وتعالى يثيب المؤمنين ويعاقب العصات أو يبعدهم عن قربه المعنوي فالرضى والغضب في الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى مو أنه الله يتغير وله كيفيات نفسانية الله لا نفس له النفس هذا من صفة الإنسان الله سبحانه وتعالى وعمثال الإنسان الله منزه أن يكون له نفس بل هو الوجود الكامل المطلق من كل الجهات والمنزه من النقص من كل جهات من كل الجهات بلا أن يكون هناك تركب كتركبنا نحن مركبون من جسم وروح ونفس وهذا ما تطرقنا له فيما مضى وإنما نشير إليه بالمقدار الذي يرتبط بهذا الحديث الشريف إذن فعندما تقول الله له كيفية أو ليست له كيفية مقصودك من كلمة الكيفية شنو هي إذا مقصودك الصفة فالله نعم له صفات لكن ليست صفات زائدة إذا مقصودك من الكيفية الصفات الزائدة فكلا الله بهذا المعنى لا كيفية له يعني لا صفة زائدة له على ذاته ومن تلك الصفات الزائدة على الذات الحالات النفسانية الكيفيات النفسانية الله سبحانه وتعالى ليس له كيفيات نفسانية وإنما الله سبحانه وتعالى بسيط غير مركب غير محدود مستجمع لصفات الكمال كلها ومنزح عن صفات النقص كلها لذلك قال له السائل فله كيفية الإمام قال لا ليست له كيفية بمعنى الصفات الزائدة بعد قليل الإمام يصرح أن الكيفية إذا كان المراد بها الصفة فالله له صفة قال لا لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة جهة الصفة والإحاطة لماذا الله سبحانه وتعالى ليست له صفات زائدة على ذاته ليست له كيفية لأن الكيفية إذا كان المراد بها صفة زائدة فهذا يسبب الاحتياج والإفتقار إذا الإمام قال لأن الكيفية جهة الصفة يعني الصفة الزائدة وكذلك الكيفيات تحيط بالشيء أو تحيط بجزء ذلك الشيء يعني عندما نقول هذا الإنسان أبيض البيض يحيط بكل الإنسان أو يحيط ببعض الإنسان زين الكيفية بهذا المعنى الله منزه عنها لماذا لأنه لا يوجد شيء يحيط بالله الله هو المحيط وليس محاط لأنه إذا كان هناك شيء يحيط بالله فهذا هو تحديد لله وهذا معنى أن هناك شيء هو أكبر من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو المحيط لا أنه محاط بشيء لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة يعني الصفة الزائدة وإحاطة تلك الصفة بكل هذا الشيء أو ببعض ذلك الشيء زين هل الله سبحانه وتعالى له أبعاظ وأجزاء كلا الله منزه عن التركب من أجزاء زين بعد ذلك الإمام يوضح يقول حينما نقول إنه لا كيفية له هذا ليس بمعنى أنه في كل الصفات بشكل مطلق وإنما إذا نفينا الصفات بشكل مطلق هذا نتيجة إنكار الله وإنكار حياته وإنكار قدرته وأيضا في الوقت نفسه حينما نثبت له صفة هذه الصفة تغاير صفة المخلوقين المخلوقات صفاتها زائدة على ذاتها من الأعراض لكن الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته يعني الصفات الذاتية عين ذاته فلا أنت تتوجه إلى التشبيه بأن تشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ولا تتوجه إلى التعطيل بأن تنكر الله سبحانه وتعالى بسبب إنكار صفاته ومنها الحياة لذال إمام عليه الصلاة والسلام يقول ولكن أو ولكن لابد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لا تعطل ولا تشبه ليش لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله الإمام هنا يشير إلى ثلاثة إذا ثلاث صفات من صفات الله سبحانه وتعالى إذا واحد يقول بأن الله ليس له صفات زيان من الصفات الحياة يعني معنى ذلك أنه ليس بحي وإذا ليس بحي يعني غير موجود من الصفات الملك الله سبحانه وتعالى هو الملك هو المالك إذا نفيت هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى فقد أنكرت ربوبيته لأن الله سبحانه وتعالى لماذا هو الرب لأنه مالك كل شيء ومن الصفات القدرة إذا أنت أنكرت الصفات بشكل مطلق معنى ذلك أثبت العجز لله سبحانه وتعالى فقد أبطلته يعني جعلته عاجزا لذا الإمام هنا يقول لأن من نفاح يعني من أنكر الصفات التي هي عين الذات نتيجة فقد أنكره إذا أنكر صفات الحياة ودفع ربوبيته إذ أنكر صفة الملك وأبطله إذ أنكر صفة القدرة زين فلابد من إثبات هذه الصفات له ولكن بأي نحو ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية إذا أثبتت هذه الصفات كيف تثبت هذه الصفات هل بطريقة الكرامية الذين جعلوا هذه الصفات مخلوقة يعني لم يكن الله سبحانه وتعالى يمتلك تلك الصفات ثم بعد ذلك خلقها لنفسه فهذا تشبيه لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين المخلوقين نحن لم نكن أحياء ثم الله أحيانا لم نكن لم تلك الصفات التي نمتلكها ثم امتلكناها وقد نفقد هذه الصفات في المستقبل فإذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى صفاته زائدة مخلوقة فقد شبهته بالمخلوقين وإذا كان شبيه للمخلوقين لماذا هو صار الرب دون المخلوقين ما امتيازه عليهم إذا هو مثلهم شنل اللي سبب أنه يكون الخالق وهؤلاء يكونون المخلوقين ولماذا لم يكن العكس فلابد أن يكون غير شبيه بمخلوقاته إطلاقا حتى يكون مستحقا للربوبية أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الله الله سبحانه وتعالى واحد وقهار لذلك هو يستحق الربوبية أما هذه الأصنام فهذه لا تستحق الربوبية لأنها ليست لها القهر وليست غير شبيهة بالأشياء الأخرى وإنما هي تشبه الأشياء الأخرى في أكثر أمورها ولذلك الإمام يقول ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية أما إذا أنت تأتي وتقول بكلام الأشاعرة بأن هذه الصفات هي زائدة على الذات فهذا أيضا تشبيه لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين إذا قلت بأنه لا هي زائدة ولا غير زائدة فهذا كلام غير معقول وهذا تناقض الشيء إما موجود أو معدوم أما أنه لا موجود ولا معدوم هذا لا يعقل يعني إذا واحد قل لك مثلا فلان له ولد وليس له ولد هذا تناقض إلا أن يكون لعب بالعبارة يقول وبينه لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولكن لا بد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الكيفية بمعنى الصفة لازم تثبتها إلى الله سبحانه وتعالى الله إلى صفات لكن صفاته لا يستحقها غيره يعني الحياة التي في الله سبحانه وتعالى لا نستحقها نحن نحن حياتنا حياة زائدة على ذاتنا عارضة لم تكن ثم كانت ثم تزول والله سبحانه وتعالى حياته عين ذاته فوجوده هو عين حياته فلذلك هذه الصفة خاصة بالله سبحانه وتعالى أما المخلوقات كلها فحياتها تغاير ذاتها وهكذا سائر الصفات الذاتية كالقدرة والعلم وما إلى ذلك زين الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا كانت تلك الصفات خاصة بالله ولا يشاركه أحدا ولا يشاركه أحد فيها فهذه الصفات هي عين ذاته لذلك لا فرق بأن تقول الله أو تقول الحي أو تقول الملك أو تقول العليم أو تقول القادر أو القدير هذه صفات الذات هذه هي ذات واحدة من كل الجهات لكن هي ذات مستجمعة للصفات صفات الكمال بلا تغاير بين الذات وبين الصفات ومنزها من كل النقائص لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولا يشارك فيها ماكو شريك لله في تلك الصفات حتى إذا إلافظ كما ذكرنا في الجلسة الماضية حتى إذا إلافظ أطلق على الله وأطلق على غير الله نقول الله حي ونقول زيد حي حتى إذا أطلقت الصفات على الله وعلى غير الله فبمعنيين بتفصيل ذكرناه في الحلقة الماضية لذلك يقول ولا يشارك فيها ولا يحاط بها يعني ليست تلك الصفات تحيط بالله لأن تلك الصفات هي عين ذات الله ولا معنى لأن نقول الذات أحاطت بنفسها لأنه يجب أن يكون هناك تغاير بين المحيط والمحاط يعني أنت الآن تشتمل مثلا بعبائة هذه العبائة تحيط بي وتحيط بك أكو تغاير بيني وبين هذه العبائة لكن يصح أن أقول أنا أحيط على نفسي كلا على ذاتي لا لأنه أنا وذاتي هو شيء واحد لذلك لا نقول أن صفات الله تحيط بالله هذا تعبير غير صحيح لأنه كما نقول أن الله يحيط بالله هذا تعبير مصحيح لللزوم المغايرة بين المحيط والمحاط وإنما نقول أن صفات الذات هي عين الله سبحانه وتعالى بلا أن تكون تلك الصفات محيطة بالله اللي هذا يسبب التغاير والاختلاف زيان فإذا كانت صفات الذات عين الذات هل يمكن لنا أن نعلم كنه وحقيقة تلك الصفات كلا لأننا لا نعلم كنه وحقيقة الله سبحانه وتعالى فإذا لم نكن نعلم حقيقة الله سبحانه وتعالى فلا نعلم حياة الله ولا نعلم كيفية علم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن هذا العلم وهذه الحياة وهذه القدرة هي عين ذات الله سبحانه وتعالى نعم نحن نعلم أن الله موجود نعلم أن الله سبحانه وتعالى مستجمع لصفات الكمال نعلم بأن الله منزه من النقائص ولكن حقيقة تلك الصفات لا نعلمها عقلنا يرشدنا إلى وجود تلك الصفات يعني يرشدنا إلى حياة الله لا يعقل أن يكون الخالق ميت لكن حقيقة هذه الحياة لا يمكن أن ندركها قد ذكرنا في بعض الحلقات الماضية نحن حتى حقيقة الموجودات المخلوقة لا نعرفها ما هو حقيقة الكهرباء؟ لا نعلم حقيقته ما هو حقيقة الماء؟ قد يمكن العلم يأتي ويجزئ لكن حقيقة هذه الأجزاء وكنهها شنه هو؟ أقول لا نعلم وإنما نعلم بهذه الأشياء عن طريق آثارها إذا هذا في المخلوقات ففي الخالق بطريق أولى أن لا يمكننا أن نعرف حقيقة ذاته وإنما عن طريق الآثار نعرف بوجود هذه الذات ونعرف هذه الصفات نعرف بأن الله حي قادر حكيم وما إلى ذلك من الصفات هنا يأتي هذا السائل يسأل أخير سؤال لأن الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطويل وهذا الحوار أو المناظرة الطويلة أثبت الله سبحانه وتعالى وأثبت الخصوصيات وأجاب الشبهات بأجوبة عقلية لأن الطرف ملحد لا يعتقد بالنبي ولا يعتقد بالقرآن فلا يمكن أن نستدل بأدلة نقلية وإنما نستدل بأدلة عقلية وقد نكون نستوحي تلك الأدلة العقلية من القرآن لأن القرآن أيضا ذكر الأدلة العقلية وكذلك الرسول والأيمة عليهم الصلاة والسلام يأتي الآن الكلام إلى أخير سؤال دار بين الإمام عليه الصلاة والسلام وبين هذا الرجل ولعل هناك كانت أسئلة أخرى هل مقدار الذي روي لنا أو أن هذا الملحد لم يكن يجد شبهة أخرى أو سؤالا آخر انقطع لأن الإمام عليه الصلاة والسلام أصول الأجوبة بيّنها أخير سؤال قال السائل فيعاني الأشياء بنفسه المعاناة يعني التصرف بالشيء بمشقة نقول فلان يعاني وله معاناة يعني تصرفه تصرف بصعوبة وبمشقة زينا هنا السؤال الله سبحانه وتعالى حينما يدبر الأمور لأن الله هو المدبر الله هو الرب هل يعاني الأشياء بنفسه إحنا الآن إذا نريد أن نفعل فعلا ماذا نصنع عندنا أدوات إما بشكل مباشر كاليد مثلا والرجل أو بشكل غير مباشر هناك أجهزة مصنوعة ونحن بتحريك مثلا جهاز أو سويج أو ما إلى ذلك نحرك تلك الأجهزة هذا السائل لأنه هو ملحد والإنسان عادة يعرف الأشياء التي يمارسها هو فإذا كان موجود أو وجود بطريقة أخرى لا يمكن له أن يستوعب ذلك بسهولة لأن الإنسان يعرف الأشياء فيقيس الأشياء بما ألفها أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس شبيه للإنسان ولا لأي مخلوق آخر في كل شيء لذلك هذه الشبهات من شأها قياس الله على المخلوق يتصور أن المخلوق هو بطريقة يعمل فالله سبحانه وتعالى بتلك الطريقة ينبغي أن يعمل حتى يكون في حديث لطيف يقول أنه النملة لو تصورت ربها هذا معناه أنه كل الموجودات كما هو مذكور في الآيات والروايات كل الموجودات تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى وتسبح بحمده حتى الجمادات فس معنا تسبيح الجمادات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم شنوه هذا بحث آخر سيأتي في المستقبل إن شاء الله لكن الموجودات الحيوانات الحشرات أي موجود حي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف أن له خالقا في الحديث يقول لو تصورت النملة ربها لو تصورت هي ما تتصور يعني لا تصنع له صورة في ذهنها إذا جاز التعبير لكن لو تصورت ربها لتصورت له قرنين ليش؟ لأن النملة القرن لها كمال دعوا تشوفون النملة لها على رأسها شعرتان كالقرنين لو تصورت ربها لتصورت له قرنين لأنها تعتبر أن القرنين كمال لها فإذا هو كان كمال لها فهو كمال لربها لذلك عبدت الأصنام حينما ينحتون أو ينحتون صنما عادة يعطون صورة الإنسان لذلك الصنام ليش؟ لأنه يتصور أن العين والأنف والأذن وما إلى ذلك هي كمال للإنسان وتبارك الله أحسن الخالقين يتصور أن هذا كمال لله سبحانه وتعالى يعني يقيس الله سبحانه وتعالى بنفسه لذلك هذا الملحد يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما يتصرف في الكون من الخلق والرزق والتدبير وما إلى ذلك هل هذا معاناة وهل يحتاج إلى أدوات الجواب هذا تشبيه الله بغير الله وهذا تشبيه باطل ليس كمثله شيء إحنا كمخلوقات كأجسام نحتاج إلى هذه الأدوات سواء أدوات من ذاتنا كاليد والرجل أو أدوات نستعملها بالواسطة لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء وإنما بمجرد الإرادة يخلق ويصنع ويتصرف ويدبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولذلك قال السائل فيعاني الأشياء بنفسها قال أبو عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة المباشرة يعني بذاته يجي مثل ما إحنا بيدنا بمعالجة يعني بواسطة بعلاج يعني بواسطة بواسطة آلة أو ما إلى ذلك الله أعلى وأجل من هذا لأن هذا بسبب احتياج المخلوق إلى أجزائه أو إلى تلك الآلات والله لا يحتاج إلى شيء فلذلك الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتصرف مجرد إرادته كن فيكون بدون حاجة إلى آلة نحن نحتاج إلى التفكير الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحتاج إلى ذلك بل هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء لذلك الإمام يقول هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة لماذا؟ لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة أنت تريد أن تقبض هذا الكتاب تضطر أن تمد يدك تمسك الكتاب ثم تأتي وتسحب الكتاب مثلا أو إذا هو بعيد مثلا بعصة أو بآلة أخرى تسحب الكتاب الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحتاج إلى شيء يحتاج إلى آلة إلى مباشرة إلى معالجة بمجرد الإرادة وهذا من الفرق بين الخالق والمخلوق احتياج المخلوق إلى الأدوات واستغناء الخالق عن كل شيء ومنها الأدوات لذلك لأن ذلك يعني معاناة الأشياء بمباشرة ومعالجة صفة المخلوق صفة المخلوق الذي لا تجي الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة وهو متعال الله سبحانه وتعالى أعلى من أن يحتاج إلى أدوات فكيف يدبر كيف يخلق الجواب وهو متعال نافذ الإرادة والمشية فعال لما يشاء يعني الله سبحانه وتعالى متعالي عن الاحتياج فكيف يتصرف في هذا الكون الجواب الإرادة إرادة تنافذة والإرادة من صفات الفعل كما سيجيء إن شاء الله تعالى يريد شيئا فيتحقق إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نافذ الإرادة والمشيئة هل هناك فرق بين الإرادة وبين المشيئة وهما مترادفان هذا سيأتي في باب عقده الكليني في الكافي الشريف فعال لما يشاء أما الإنسان حتى بواسطة الأدوات لا يتمكن من فعل ما يشاء كثير من الأحيان نحن الأدوات موجودة عندنا لكننا لا نتمكن من الوصول إلى مقصودنا لقصور أو لوجود مانع أو بعض الأحيان الآلات قاصرة قاصرة الله سبحانه وتعالى ليس كذلك فعال لما يشاء لا يحتاج إلى أدوات وكلما أراد شيئا ذلك الشيء يقع فإذن لحد الآن نحن تكلمنا حول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وتكلمنا حول بعض الخصوصيات وأثبتنا أن صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية هي عين ذات الله بلا تغاير بين الذات والصفات فلذلك لا تكون تلك الصفات زائدة ولا مخلوقة وإن الله سبحانه وتعالى يتصرف بالأشياء بقدرته وحكمته لا كتصرف المخلوقين حيث نحتاج إلى الأدوات أو إلى الأعضاء بالمباشرة والله سبحانه وتعالى ليس كذلك إلى هنا ينتهي هذا الباب وهو باب إطلاق القول بأنه شيء ثم بعد ذلك سنبدأ في الحلقات القادمة بالباب الآخر وهو باب أنه لا يعرف إلا به أن المعرفة إنما هي من الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة